السلام عليكم أشرحكم الآن كيف نسوي بطاقة تسوق مسبقة الدفع في بنك الأهلي من خلال تطبيق البنك طيب أول ما ندخل للتطبيق ننزل إلى خانة البطاقات الاعتمانية ثم نسحب من يسار إلى يمين ثم نختار إحصل على بطاقة مسبقة الدفع الآن ندخل عليه ثم نحدد نوع البطاقة اللي نبيها مثلا إذا اهتمامك جيمينج تختار بطاقة العابة الإلكترونية عشان تستفيد من بعض المميزات مثل الكاشباك وتصميم البطاقة يكون مناسب لاهتمامك الخاص بالجيمينج طيب أنا مثلا بختار بطاقة السعودية طيب الميزة للبطاقة هذه أنها تجيني بطاقة أكترونية وكذلك بطاقة ملموسة يرسلونها لي على البريد وإذا تبي بطاقة رقمية فقط اختر ماستر كارد مسبقة الدفع طيب بما أني أبي بطاقة سعودية نضغطها لتقدم فهذا كذا تظهر لنا هذه الخيارات نحدد الاسم المطبوع على البطاقة على حسب رغبتنا والخير الثاني نحدد الحساب اللي تتبع له هذه البطاقة ونزل تحت نحصل التفاصيل العملية المالية ورسوم السنوية ورسوم الشحن بعد كذا نضغط على الاستمرار ثم نضغط على الاستمرار والتوقيع بعد كذا راح يجينا اتصال نقوم بتأكيد الطلب ثم نضغط على الاستمرار والحين يجي يكتم قبول الطلب ثم تضغط على الانهاء الحين تبقى الخطوة الأخيرة اللي هي تفعل البطاقة إذا كان البطاقة ملموسة تنتظرها لين تصلك البريد بعد ما تسلمها تجي للشاشة الرئيسية هنا ثم تسحب من يسار إلى يمين ثم تدخل على البطاقة ثم تضغط على خيار خدمات أخرى ثم تضغط على خيار تفعيل البطاقة طبعا بالفراغ الأول تدخل آخر ثمان أرقام من رقم البطاقة الموجود على وجه البطاقة والفراغ الثاني تدخل فيه تاريخ انتهاء البطاقة وكذلك موجود تحت رقم البطاقة ثم تضغط على استمرار الآن يجيك الاتصال قم بتوثيق العملية ثم أضغط على استمرار والحين يجيك تم تفعيل البطاقة الأتمانية بنجاح وبالشكل هذا بطاقتك الآن صارت جاهزة وعشان تأخذ بياناتها تضغط على خيار ظهار البيانات في هذا المكان هذا كل شيء وله هنا وصلنا نهاية المقطع لا تنسونا اللايك والاشتراك بالقناة حطوا شكرا لدعم القناة تابعني على السناب والإنستجرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته